دولة آمنت أنها وأنا بقول لكم هذا الكلام بقى للرئيس عم فتح السيسي حتى مش حيقوله لكم دولة آمنت هذه الأيام أنها شاخت دولة عجزت دولة وصلت القيادات فيها كلها إلى سن الشيخوخة فبقى إقاعها بطيء ودي سنة الحياة شوف كده واحد شاب وهو عنده 25 سنة 30 سنة هو بيجري في الترك شوف هو بيجري وبيدب الأرض كده تحس انه بيدب الأرض هيطلع بترول من تحته ويمشي عشر لفات عشرين لفة وبتاعه كده وشه كله دموية وشوف واحد عنده 65 سنة وهو بيلف في الترك عامل كده هوا كده ونفسه ربع اللفة يخلص عشان يروح ياخد جلوكوز هي دي مصر هي دي مصر هتقولولي هم الناس اللي في الشيخوخة دول ولا الناس الكبار دول نضربهم بالرصال زي خلل الحكومة لا طبعا بس دي بتتحول الى خبرات استشارية دول بقى الكنز دول الكنز يعني دول الكنز بتاعنا عشان بس محدش يفتكر ان انا قصد ان انا هين العواجيز ولا الشيوخ ولا الناس المسنة ولا كذا ابقى يتقطع لساني لو هنتهم لانه اولا دول ابهاتنا وجدودنا اللي علمونا وربونا ومازالوا رقم اتنين كلنا هنوصل للسن ده فما حبش ان انا اتضرب بالرصاص لما وصل للسن ده رقم تلاتة انه يبقى عبيط اللي ما يستفدش من خبراته اللي ملوش ماضي وملوش خبرة ملوش مستقبل ولا حاضر بس سنة الحياة في تسليم الرايات ان انا وانا عندي تلاتين اربعين سنة استلم الراية وتولى القيادة بس بقى مش اتصرف من دماغي الوحدي لا عندي بقى قيادة فوقية عندها ستين سبعين سنة ارجع لها واخد خبرتها وتديني استشارتها وكذا لازم تتعمل بالميكانة دي بالشكل ده وهو ده اللي امانت بالدولة المصرية دلوقتي اشتركوا في القناة